ينضم إلينا من رمالة خلدون البرغوثي الباحث في الشؤون الإسرائيلية سيد خلدون أهلا بك معنا في هذه التغطية من قناة الغد لماذا تبدو إسرائيل غير واثقة من نجاح اغتيالها هاشم صفي الدين بخلاف ما أعلنته عن اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله قبل أسبوع ولن يجب أن نتذكر بأن الإعلان الرسمي عن اغتيال نصر الله تأخر حتى في إسرائيل حتى ربما تأكدت المعلومات وربما يتكرر السيناريو اليوم لكن أيضا من المعلومات التي وردت أو المعلومات الأولية التي وردت بأن الاجتماع الذي تقول إسرائيل أنها استهدفته الليلة الماضية كان في ملجأ عميق أو أكثر عمقا من السابق ربما هذا يصعب عملية الوصول إليه عبر الصواريخ ولهذا ربما كان الهجوم أيضا شديد الكثافة الليلة الماضية وربما أقوى من الهجوم السابق الذي استهدف الأمين العام لحزب الله عسن نصر الله لذلك حتى تتأكد المعلومات كل شيء وارد يعني حتى عندما تحدثوا عن نصر الله أشاروا إلى أن جثته لم تكن قد تعرضت لإصابات ربما كان نتيجة الاختناق أو كان نتيجة سبب الوفاء الاختناق بغازات القذائف التي أطلقت فمثل هذه المعلومات كل شيء وارد فيها في آخر لحظة لذلك كما يبدو إسرائيل حذرة في حسم نتيجة الهجوم الليلة الماضية حتى الآن لكن إن كانت غير متأكدة إسرائيل من نجاح اغتيالها لهاشم صفيدين لماذا أسرعت في الإعلان عن ذلك وعن طريق وسائل إعلامية سواء كانت إسرائيلية أو حتى أمريكية يعني الإعلان جاء من خلال صحفيين أشاروا إلى مصادر إسرائيلية دون تحديد هذه المصادر وبالطبع أحيانا هناك من يسعى إلى تسريب مثل هذه المعلومات من المستوى الرسمي الإسرائيلي في إسرائيل هناك إشكالية تسمى تسريب المعلومات لدرجة أن نيتنياه أحيانا يعقد الاجتماعات في غرف معزولة ودون وجود أجهزة اتصالات مع الوزراء وربما سعى في فترة إلى سن قانون جهاز كشف الكذب من أجل معرفة من يقوم بتسريب المعلومات لذلك المعلومات تبقى غير رسمية هل يمكن أن يكون هذا تسريب متعمد أستاذ خلدون لهدف ما لصالح إسرائيل أحيانا نعم بمعنى أن إسرائيل تريد توجيه رسالة سريعة وقبل تكشف نتائج محاولة الاغتيال التي حدثت الليلة الماضية بأنها ماضية في استهداف كل قادة حزب الله ولن تتوقف بغض النظر عن النتائج وبغض النظر ما قد تؤدي إليه حتى لو أدت إلى حرب إقليمية وشاهدنا كيف جاء الرد الإيراني قبل يومين إسرائيل ماضية ربما إلى استفزاز إيران من جديد استفزاز حزب الله وربما أيضا تحاول ترميم الصورة التي تضرت بعد الهجوم الإيراني وبعد مقتل ثمانية جنود فقط في أول أيام الدخول أو محاولة تنفيذ عمليات برية في الجنوب اللبناني أن تتكبد خسائر بمقتل ثمان جنود وإصابة نحو خمسين كما أعلن رسميا يعني أن المعركة ستكون قاسية ووقع مثل هذا الخبر في اليوم الأول على الإسرائيليين كان شديدا لمقتل الجندي في إسرائيل وقع أكبر بكثير من مقتل المدنيين لأنهم يعتبرون أن الجيش شيء مقدس وخسائره غير معتادة بالنسبة لهم وستة جنود من وحدة كوماندو خاصة يقتلون بهذه الطريقة وجنديان آخران من قفعاتي وهو لواء قتالي في إسرائيل يقتلان في بداية الاشتباكات مؤشر سلبي جدا بالنسبة لهم لذلك كما يبدو أيضا هناك محاولة لتحسين صورة إسرائيل ورفع معنويات الإسرائيليين مع بداية المعركة طيب لكن إن كان قتل هذا العدد في يوم واحد من الجنود الإسرائيليين في حال استمرت العملية البرية التي أعلنت عنها إسرائيل في جنوب لبنان كم سيقتل إذن مستقبلا في تقديرك؟ أو ما فرص أن يؤدي الجيش الإسرائيلي هدفه بالفعل مثل ما تقول قيادته العسكرية في هذه المهمة التي يصفها البعض بالانتحارية؟ الكثير من القادة العسكريين السابقين والذين يظهرون الآن على شاشات التلفزة الإسرائيلية كمحللين يحذرون من العملية في جنوب لبنان ويقارنون بين الوضع في قطاع غزة والوضع في جنوب لبنان على مستوى الإعداد القتالي على مستوى التدريب وعلى مستوى طبيعة الأرض في جنوب لبنان مقارنة بالأرض الرملية في قطاع غزة وبالأرض المستوية في قطاع غزة مقارنة بالتداريس الجغرافية الصعبة والغطاء ربما النباتي وغيره الذي يوفر سهولة الحركة لمقاتلي حزب الله فيما الساحة طبعا أكبر بكثير من قطاع غزة ويقدرون بأن مؤات الجنود الإسرائيليين قد يقتلون في هذه العمليات لذلك هناك تحذيرات كبيرة وهناك كانت ضغوط كبيرة بالذهاب إلى صفقة في قطاع غزة تنهي التصعيد في جنوب لبنان لكن بن يمينة تنياهو أصر على الذهاب في هذه العملية ولذلك لاحظنا بن يمينة تنياهو ووزير جيش الاحتلال رئيس الأركان كلهم يتحدثون عن أن المعركة ستكون صعبة وستكون قاسية وقد تكون طويلة بعضهم يقدر بأنها قد تستمر أسابيع وآخرون يرون أنها قد تزيد عن ذلك لذلك التوقعات سلبية جدا بشأن العملية البرية حتى عند الحديث عن الضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله الحديث عن توجيه ضربات للمستوى القيادة توجيه ضربات ربما للترسانة العسكرية لكن عند الحديث عن المقاتلين في الجنوب اللبناني خاصة قوة الرضوان هناك تصريحات تقول بأن الأضرار التي تعرضت لها هذه القوة والخسائر قليلة جدا ولا زالت على استعدادها القتالي وتبدي قتالا يوازي قتال الجيش ولا يماثل حرب العصابات ففي العملية التي قتل فيها الجنود الثمانية قالوا بأن الاشتباك في البداية كان من مسافة صفر بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حزب الله ثم وفرت مجموعات بعيدة غطاء ناريا للمقاتلي حزب الله بإطلاق قذائف الهاون التي استهدفت القوى العسكرية ثم استهدفت قوة الانقاذ التي وصلت لصحب الجنود المصابين فأوقعت فيهم أيضا المزيد من الإصابات وهذا النوعية من القتال في تقدير الخبراء الإسرائيليين هو قتال على مستوى أو بالأسلوب العسكري كجيش وليس كقوة أو كحرب عصابات كما يخوضها المقاتلون في قطاع غزة لذلك التوقع هذه النقطة كنت أريد السؤال عنها ما إمكانية أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتسب خبرة ما بالتجربة في حربه في قطاع غزة قد يستفيد منها في هجومه البري في جنوب لبنان مع اختلاف بعض التضاريس والمعطيات التي أشرنا لها سابق كانت أيضا إشارة إلى ذلك من الواضح أن جيش الاحتلال اكتسب خبرة قتالية في قطاع غزة لكن اختلاف المقاتل مقاتل حزب الله وإمكانية مقاتل حزب الله واختلاف تضاريس المنطقة واختلاف الإمكانيات كل هذا يساهم في تغيير نتائج المعركة أحيانا رغم أن جيش الاحتلال ندرك أنه فقد الكثير من الجنود في المعركة في قطاع غزة أيضا قطاع غزة كان محاصرا منذ فترة طويلة والإمكانيات تبقى محدودة مقارنة بإمكانيات جيش الاحتلال أيضا ما يخشى منه كثيرا جنود الاحتلال في الجنوب اللبناني هو الصواريخ المضادة للدبابات والتي يصل مدها إلى عشرة كيلومترات هذه ربما لم تكن متوفرة في قطاع غزة ما هو متوفر مدها أقل من ذلك بكثير من صواريخ الكورنيت وما شابه هذه الصواريخ لذلك هناك قلق حقيقي من المعركة في الجنوب اللبناني وأن الجيش الإسرائيلي ربما دخل من جديد في مستنقع كما يستخدم هذا المصطلح الكثير من المحللين الإسرائيليين ويحذرون منه أن تدخل إسرائيل في مستنقع جديد تتكبد مئات القتلى على الأقل في هذه المواجهة وتخسر كل ما حققته بين قوسين بالطبع من إنجازات في هذه الحرب بسبب الذهاب إلى العملية البرية ورفع السقف كثيراً فيما يتعلق بتواجد حزب الله في الجنوب اللبناني لدرجة أن بعض المحللين الإسرائيليين يطالبون ربما بتدمير كافة القرى في الجنوب اللبناني باعتبار أنها قرى مقاتلي حزب الله هم ينتمون لهذه القرى وانتهاء الحرب يعني عملياً عودة مقاتلي حزب الله إلى قرىهم وهذا بمثابة انتشار جديد لمقاتلي الحزب لذلك يطالبون كما يبدو بعملية تطهير عرقي في الجنوب اللبناني وعدم السماح للمواطنين اللبنانيين بالعودة إليه ضمن القلق من بقاء مقاتلي حزب الله في المنطقة السقف كبير والمعركة في بدايتها ومن الصعب تقدير إلى أين ستتها بالأمور